تمكنت استاذة في كلية الزراعة التابعة لجامعة ديالة من الحصول على براءة اختراع في مكافحة مزروعات الخضرة من النبات الطبيعي بعد جملة من الاختبارات حيث أكدت أن المادة أثبتت فعاليتها من خلال التجارب احنا اشتغلنا لمدة سنتين السنة الأولى كانت على الطماطع والسنة الثانية كانت على القرائيات كانت نشوف أنه هي طاردة لكل أنواع الحشرات والنوع معين فهي جربناها على الذباب البيضاء لتصيب القرائيات أيضا نفس النتائج أعطتنا وبنفس الوقت زيدتنا العقد بالنسبة للطماطع باعتبار أنه الخيار هو أساسا أزهارة انثوية حصلنا على ثمار صحية بيئة خالية بعيدة عن تلوث بسبب المبيدات الكيميائية رخيصة الثمان كتحضير فأعتقد أنه قدمتها كبرات اختراع للجهاز التقييس في السيطرة النوعية والحمد لله كنا درجين أدرجنا ضمن البراءة جداول والنتاج التي استحصلنا عليها خلال سنتيا فالحمد لله والشكر حصلت الموافقة عليها واعتمدها كبراءة اختراع مزارعون من جانبهم أكدوا أن الحشرات ومنها الذبابة البيضاء والأمريكية أنهكت مزروعاتهم لا سيما الخضراء وطالبوا بتوفير الأسمد الكيميائية التي تساعد في مكافحة وتوفير منتج محلي خال من الإصابات هذه حشرات عندنا هناك أنواع من الحشرات أكون نوعيا سميها القفاز ثاني شيء الذبابة البيضاء والذبابة الأمريكية هذا المصطلح الجلفي الذي يسمونه السلبوح هو حشر من أنواع الحشرات القارضة حشرات قارضة تأكل المذروعات تأكلها هي وراكها وما تخلي ثمرها شيء ما تخلي إلا مبيدات كل يومين والثالث لازم تعيد المكافحة على النباتات على المحصول الزراعي إذا كان طماطع وإذا كان لوفيا وإذا كان شجر وإذا كان فلفل أي محصول زراعي أنت زارعه لازم كل يومين الثالث أنت كافحة ومبيدات المبيدات غالية هذه العملة هما صعدت أنتم عندكم معلم بها ومياه عندنا قلت صار جفاف عندنا أراضي ومزروعات دمرت بسبب الحشرات والأمراض وحلول الحكومة ما زالت غائبة وهي براءة اختراع قد تكون جزءا من الحل تنتظر أن ترى النور لإنقاذ ما تبقى من المزروعات والأراضي الزراعية فهل ستلتفت الجهات المعنية لها وتأخذ بها من محافظة ديالة حسن الشمري التغيير الفضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر